وزير الخارجية العرقي في إيران ماذا تنتظر بغداد من طهران لترتيب أوراقها الداخلية والخارجية سعيد يتمسك برفض أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية هل تبقى الحكومة التونسية معلقة أجرى وزير الخارجية العرقي فؤاد حسين اجتماعات مع نظيره الإيراني محمد جوال ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين في ثاني زيارة له إلى طهران منذ توليه منصبه في مايو الماضي ما هي أبرز القضايا المطروحة على طاولة البحث وهل يمكن اعتبارها أول خطوط التشاور غير المباشر بين طهران وواشنطن بشأن مستقبل الوجود الأمريكي في العراق أول الحوار بين إيران والولايات المتحدة لم يبدأ بوساطة من مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل كما تمنى وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف وإنما بجس جديد للنبض من جانب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي استقبلته طهران لبحث ما قيل إنها عدة ملفات مشتركة لكن أهمها كان مستقبل الوجود الأمريكي في العراق فهذا ملف يحدد بمفرده وجهة المناقشات في الكثير من الملفات الأخرى الخارجية الأمريكية ردت على دعوة الوساطة التي قدمها ظريف لا بالقبول ولا بالرفض قائلة إن الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من إيران المخاطر التي تهدد بقاء الوجود الأمريكي في العراق وقدرة السفارة الأمريكية في بغداد على استئناف نشاطاتها مؤشر قائم بذاته لما إذا كانت إيران تعتزم التوصل إلى تسوية بشأن ملفها النووي يضمن مصالح الولايات المتحدة ويكبح جماح الميليشيات التابعة لها في العراق إيران ما تزال تقول إنها تريد خروج القوات الأمريكية من العراق كثمن لمقتل قاسم سليماني مطلع العام الماضي وذلك على الرغم من أن المسؤولين العراقيين ظلوا يرددون القول إنهم لا يريدون لبلادهم أن تكون مسرحا للصراع بين طهران وواشنطن ظريف بدأ لقاءه مع حسين بإعادة التأكيد على أن أهم رد فعل على اغتيال سليماني هو طرد القوات الأمريكية من المنطقة وعرب في الوقت نفسه عن أماله في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين وهي إشارة إلى أن ينأى العراق بنفسه عن العقوبات المفروضة على إيران أمين المدس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شد دالت استقباله حسين على الطلب نفسه دعيا إلى تنفيذ سريع لقرار البرلمان العراقي بطرد القوات الأجنبية دعيا إلى تنفيذ سريع لقرار البرلمان العراقي بطرد القوات الأجنبية أرحب بضيفي ينضم إلينا من طهران سيد محمد مهدي الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية أهلا بك معنا أرحب أيضا معنا من عمان بالدكتور يحيى الكوبيسي الباحث في الشأن العراقي أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد محمد بداية ما مغزى ودلالة زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران بهذا الشكل المفاجئ وغير المعلن في هذا التوقيت ولقاءه بوزير الخارجية الإيراني وأيضا من ثم الرئيس الإيراني حسن روحاني وما الهدف من وراء هذه الزيارة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما أعلن أن الهدف من هذه الزيارة هو أولا متابعة الملفات السابقة ملف التعاون الاقتصادي ما بين إيران والعراق وأيضا بعض القضايا الإقليمية والدولية وبالإضافة إلى ذلك أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس السلطة القضائية إلى جمهورية العراق من أجل متابعة ملف الجريمة التي ارتكبتها لدارة الأمريكية السابقة بحق الشهدين سليماني وأبي مهدي المهندس لذلك كل هذه المواضيع هي مطروحة على طاولة الحوار والمفاوضات بين الطرفين ما رأيك دكتور يحيى وأجادة الترحيب بك معنا؟ هل هي هذه الأهداف الوحيدة التي ركزت عليها هذه الزيارة المفاجأة والغير معلنة؟ كيف يمكن قراءة هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها تأتي عقب زيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت إلى إيران هل ثمت أي علاقة بين هتين الزيارتين في هذا التوقيت؟ يعني بداية مساء الخير لأفوالي ضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الغد يعني بداية يجب أن نعرف أن طبيعة العلاقات العراقية الإيرانية طبيعة ملتبسة يعني لا هي علاقة دولة بدولة ولا هي علاقة دولة محتلة بدولة تحت صايتها يعني هناك علاقة ملتبسة بمعنى أن إيران قادرة على ضمان مصالحها داخل العراق عبر وكلاءها وعبر حلفائها من دون الحاجة أصلا لإجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية يعني وكلاءها وحلفائها في العراق قادرون على فرض شروط يعني التي تضمن مصالح إيران في العراق بمعزل عن أي زيارة رسمية لكن بالتأكيد هناك ملفات رسمية بين العراق وإيران سواء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي سواء فيما يتعلق بملف الحدود سواء ما يتعلق بالملف المياه يعني هناك جملة من القضايا ولكن لا أعتقد أن هذه كلها ستكون مطروحة في هذه الزيارة أنا أعتقد أن زيارة بلاسغارت المفاجئة إلى طهران والتي تتجاوزت فيها صلاحيات يعني بعثة الأمم المتحدة في العراق يعني لا تمتلك السيدة بلاسغارت ولا بعثة الأمم المتحدة في العراق صلاحية الذهاب إلى دولة إقليمية من أجل مناقشة شأن عراقي داخلي يعني من يعود إلى المانديت الخاص ببعثة الأمم المتحدة فالعراق سيكتشف أن البلاسغارت ببساطة تجاوزت حدوث صلاحياتها ويجب أن يكون هناك موقف رسمي للدولة العراقية من ذلك ولكن ما يعنيني هنا أن هاتين الزيارتين ليس صدفة بالتأكيد هناك بعض يعني هناك محاولة للضغط على إيران لكبح جماح وكلاءها داخل العراق سواء في التأثير على ما يتعلق بالعلاقات العراقية الأمريكية أو فيما يتعلق بالتهديد المستمر للحكومة العراقية أنا أعتقد هذا هو السبب الرئيسي للزيارة ولا يمكن الحديث عن سبب آخر ما رأيك سيد محمد؟ هل بالفعل هذا هو السبب الأساسي من وراء هذه الزيارة؟ هل تم التطرق إليه؟ هل تم الطلب عراقيا من إيران بالضغط على وكلائها في العراق لكبح جماحهم والتوقف عن استهداف الأهداف الأمريكية في العراق؟ باعتقادك؟ أنا أتصور بأن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا الدولتين أمر طبيعي ومستمر قبل شهرين كان وزير الخارجية العراقي في طهران وأيضا زيارات بلاس خارت للعراق لأنها أصلا هي مسؤولة بهذا الملف هذا أولا ثانيا بالنسبة لوجود القوات الأمريكية في العراق أولا هناك تشريعات عراقية تقتضي إنهاء هذا الوجود هذا من الناحية القانونية العراقية أما من ناحية إيران إيران نعم دائما هي تطلب وتطالب بخروج القوات الأمريكية ليس من العراق فحسب وإنما من المنطقة وليست ردا على الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في اغتيال القائد الشهيد سليماني وإنما كمبدأ إيران تريد منطقة بعيدة عن النفوذ الأجنبي وعن التجاذبات الأدولية وعن النفوذ الأمريكي في المنطقة بأجمعها وليس في العراق على الرغم من كل ذلك إيران لا تضغط على حلفائها وعلى أصدقائها في العراق من أجل القيام بهذه العمليات التي شهدنا بعضا منها في الأيام الأخيرة أساسا الرد الإيراني أو المشروع الإيراني لمواجهة النفوذ الأمريكي أكبر من أن يتضمن عملية صغيرة هنا وهناك أو الهجوم على مثلا السفارة الأمريكية إيران أعلنت ومنذ نهاية عهد ترامب في أيامه الأخيرة بأنها لا تؤيد أي عملية عسكرية في العراق لسيما في الأيام الأخيرة من عهد ترامب لأنها لا تريد أن تعطي الذريع للإدارة الأمريكية وما زال هذا الأمر قائما يعني إيران المواجهة الإيرانية الأمريكية علينا أن لا نستخف بها وأن لا نستصغرها ونجعلها ضيقة في إطار عملية لهذا الفصيل المجهول أو ذلك هذه المواجهة وأهدافها أكبر من ذلك إيران تطالب خروج القوات الأمريكية ليس من العراق فحسب وإنما من كل المنطقة ولها مشروعها ولكن سؤالي واضح أكرر هنا سيد محمد مهدي وزير الخارجية العراقي كان في تصريحات له أعلن عن نية العراق توجيه هذا الطلب من العراق لإيران للضغط على الفصائل المسلحة الموالية تهران من أجل منح الحكومة العراقية وقت أكبر لحسم هذه المسألة مسألة مستقبل الوجود للقوات الأمريكية في العراق هل أفهم من كلامك أن هناك رفض إيراني لهذا الطلب العراقي هل إيران مستعدة للاعب هذا الدور بالفعل للضغط على الفصائل في سبيل منح الوقت للحكومة العراقية للتعامل مع هذا الملف أنا أعود وأكرر بأن خروج القوات الأمريكية من العراق أمر قانوني داخلي عراقي هذا أولا بالنسبة للفصائل أعود وأكرر بأنه لا توصية من إيران لهذه الفصائل من أجل القيام بهذه العمليات لذلك الربط بين العمليات التي عادة تقوم بها فصائل مجهولة غير الفصائل المقاومة الإسلامية المعروفة في العراق هذه العمليات الصغيرة التي تقوم بها أساسا هي عمليات مشبوهة عمليات ليس لها أهداف محددة وواضحة ومهمة عمليات صغيرة إنما يراد منها تعكير الأجواء إيران لا علاقة لها بهذه الفصائل المجهولة حتى تطلب منها أن تكف عنها هل تتفق دكتور يحيى بالفعل أن إيران ليس لها علاقة بهذه الفصائل وأن هذا الدور الذي تمارسه باستهداف القوات الأمريكية في العراق لا علاقة لإيران أي شيء به هل تتفق مع هذا الرد؟ لا بالتأكيد هذا كلام لا معنى له ولكن دعيني أعطيني بعض دقائق للإجابة على ما قلت بوظيفك من طهران أولا لا سند دستوري أو قانوني لطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق قرار مجلس النواب الذي صدر والذي طالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق لا قيمة دستورية أو قانونية له لأنه لا يحق لمجلس النواب إصدار قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية من حق مجلس النواب إصدار تشريعات وعدم إصدار تشريع يتعلق بالقوات الأمريكية في العراق يعني أن وكلاء إيران في العراق وحلفاء في إيران في العراق ليسوا جادين بطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق هذا أولا الأمر الثاني المهم هناك تناقض الحقيقة غير منطقي في الموقف الإيراني الموقف الإيراني الداعي إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة في مقابل تغول إيران في المنطقة وجودها في العراق وجودها في سوريا وجودها في لبنان وجودها في اليمن وجودها غير المباشر في البحرين هذا يعني كأنه يريد أن يقول للولايات المتحدة أخرجي من هذه المناطق لكي نحتلها بدلا عنك إيران إذا كانت جادة بالحفاظ على استقرار المنطقة يجب عليها أن تسحب عملائها ووكلائها وحرسها الثوري وميليشياتها من هذه المناطق كلها قبل أن تطلب من الولايات المتحدة إخراج قواتها من العراق أو من غيره الأمر الثالث المهم أن قضية وجود القوات الأمريكية أو غيرها في العراق هو قرار سيادي للعراق وليس من حق إيران التدخل فيه هذا من الناحية المنطقية من ناحية العلاقات الدولية ولكن كما قلت عراقة إيران بالعراق عراقة ملتبسة بسبب وكلاء إيران طيب بس للاستضاع نقطة دكتور يحيا لماذا تعتقد أنه وكلاء إيران ليس جدين بإخراج القوات الأمريكية من العراق أشرت إلى هذه النقطة هل لك أن تفسر لماذا باعتقادك؟ في هذه المرحلة مع وجود العقوبات الأمريكية على إيران ليس من مصلحة إيران خروج القوات الأمريكية من العراق لأن أي خروج للقوات الأمريكية من العراق سيعني عقوبات أمريكية ضد العراق بسبب علاقات الاقتصادية مع إيران بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والعراق يشكل اليوم المورد الثاني للعملة الصعبة إلى إيران وبالتالي لا إيران ولا حلفائها ولا وكلاءها في العراق جادين في هذه المسألة لهذا تحايلوا بإصدار قرار غير دستوري وغير قانوني من مجلس النواب فقط للتغطية على كل ما تريده إيران في العراق عبر وكلاءها عبر هجماتها المستمرة على القوات الأمريكية في العراق لاحظي فقط في الشهر الأخير من ولاية ترامب ذهبت بلاس خارت ممثلة الأمين العام في العراق إلى أبو فدك رئيس أركان الحجد الشعبي وعقدت معه صفقة لهدنة لمدة شهر وحصل هذا وهذا يعني أن هذه المجموعات الصغيرة تأتمر بأوامر إيرانية لهذا تمكنت إيران من إيقافها لهذا الشهر يعني الشهر الأخير من ولاية ترامب كل ما تريده إيران من هذه الجماعات هي استخدامها كورقة ضغط لإقناع للولايات المتحدة بشراكة إيرانية أمريكية في العراق هذا كل ما تريده إيران من العراق هل هذا بالفعل ما تريده إيران من العراق سيد محمد كنت أشار هنا ضيفي دكتور يحيى إلى عدة نقاط منها بداية لا سند قانوني ولا دستوري يتم الاعتماد عليه لطلب إخراج الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها من العراق هذا أولا ثانيا أليس هذا القرار هو قرار عراقي للعراق السيادة وكامل السلطة لاتخاذ هذا القرار ما شأن إيران في ذلك وبالتالي أيضا كيف نمكن نفهم هذا التناقض في إيران بالوقت التي تطلب به سحب قواتها قوات الأمريكية من العراق ولكن هي أيضا تسمح بتمدد هذا النفوذ للميليشيات الموالية لإيران في العراق وفي المنطقة كيف يمكن فهم كل هذه النقاط أولا بالنسبة لقرار البرلمان العراقي وأهميته وشرعيته أتصور بأن فقهاء القانون في العراق وحتى خارج العراق لأنه قضية قانونية يمكن لهم أن يبتوا في ذلك لكن هناك تناقض في طرح المسألة إذا كان قرارا غير ملزم أو إذا كان البرلمان العراقي لا يمكن له أن يصدر قرارا يلزم الحكومة بذلك كيف نعبر عنه بأنه قرار سيادي يعني هناك التباس في طرح الموضوع أنا أترك هذا المجال لأنه شأن عراقي داخلي كما قلت سابقا الموقف الإيراني هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة ووجود منطقة بلا نفوذ أجنبي ليس إلا النقطة الثانية التي أود أن أقولها هي أنه لا وجود لإيران وللقوات الإيرانية لا في اليمن ولا في البحرين إذا كان هناك جندي واحد إيراني في هاتين الدولتين أو حتى في لبنان لكان أقاموا الدنيا وأقعدوها لا يوجد أي عنصر إيراني في هذه المناطق الوجود الإيراني الاستشاري والوجود الإيراني في سوريا وفي العراق كان بطلب من الحكومتين الرسميتين في هاتين الدولتين ونحن لاحظنا آثار هذا الوجود في مواجهة التكفيريين والإرهابيين الذين يدعمون من قبل بعض دول المنطقة هذه النقطة الثانية بالنسبة لشراكة الإيرانية الأمريكية في العراق أتصور بأن من السذاجة أن نتحدث بهذا الأسلوب العلاقات الإيرانية العراقية علاقات تاريخية علاقات ثقافية حضارية اقتصادية تجارية علاقات جوار لا يمكن أن يخل بهذه العلاقات أي شيء بالعكس الإدارة الأمريكية هي التي تريد أن تعرقل تطور ونمو هذه العلاقات إيران لا تبحث عن شراطة مع الإدارة الأمريكية لكنها نعم تبحث عن هذه العلاقات الإيرانية العراقية التي تشير إليها ما أود أن أستوضحه أسمحني أن نعود إلى موضوعنا في هذا العقاش سيد محمد سؤال طرحت عليك ولكن أجب بشكل مقتضب عنه اسمحني أعيد عليك مجددا هل تزامن زيارة بلاسخارت ووزير الخارجية العراقي إلى إيران له أي صلاة هل هناك أي رسائل مرتبطة بالانتخابات العراقية تم نقاشها خلال هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية العراقي لإيران حسب علمي أساسا لا يوجد هناك أي مفاوضات حول الانتخابات العراقية القادمة في هذه الزيارة وأساسا أستغرب كيف يمكن أن يطرح وزير الخارجية العراقي في إيران موضوع الانتخابات وهو شأن داخلي نعم هناك في موضوع الملف ملف العلاقات الإيرانية الأمريكية ربما قد طرح إيران ترحد بكل المحاولات من أجل التسهيل في هذه العلاقات بالأمس صرح الدكتور محمد جوالد ضريف وزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع قناة الـ CNN بأنه يرحب بأي مبادرة من الاتحاد الأوروبي في مجال العلاقات الإيرانية الأمريكية إيران لا ترفض ذلك إذا طرحت لكن لا أتصور بأن قضية الانتخابات العراقية القادمة طرحت في هذه الجولة من المفاوضات ما رأيك دكتور يحيى هل تعتقد أن ملف الانتخابات كان مطروح ومن ضمن أولويات هذه الأجندة خلال هذا اللقاء هل ثمت رؤية إيرانية باعتقادك تتعلق بالانتخابات العراقية المستقبلية؟ يعني كما قلت لا تحتاج إيران إلى حوار مع الحكومة العراقية لفرض شروطها حلفاء إيران ووكلاء إيران في العراق قادرون على فرض شروط إيران ومصالح إيران على الحكومة العراقية بالنهاية من جاء بالحكومة العراقية الحالية هم حلفاء إيران ووكلاءها في العراق حتى تكون الأمور واضحة وبالتالي نتحدث هنا عن علاقات دولية حقيقية بين دولتين دانسيادة بين العراق وإيران الأمر الثاني فقط نصيحة لضيفك يعني بدل أن يستخدم كلمات غير لائقة أتمنى عليه أن يعيد قراءة تاريخ 300 سنة الأخيرة في العلاقات العراقية الإيرانية التي يجد أنها كانت علاقات عداء مستمر منذ 300 سنة وليس منذ اليوم وبالتالي محاولة الضحك على الجمهور بالحديث عن علاقات تاريخية وثقافية وما إلى ذلك لا قيمة له أمام الوقاعة التاريخية إيران لديها تاريخيا نزعة إمبراطورية نزعة استعمارية تجاه المنطقة وهي تحاول ذلك عبر وكلاها في هذه المناطق للهيمنة على هذه المناطق النزعة الإمبراطورية الإيرانية لا علاقة لها مع تغير نظام الحكم في إيران كانت قائمة في زمن الشاه وهي قائمة الآن في زمن الولي الفقه هي تريد هيمنة على المنطقة بالكامل وهذا ما يفسر طبيعة السياسات الخارجية الإيرانية في المنطقة ماذا عن دور الكاظمي هنا دكتور يحيى وهو الذي يقال أنه يحمل مشروعا ضد إيران كيف سيكون تأثيره الآن أمام هذه المساعي الإيرانية إن كان عبر وكلاءها كما ذكرت في التأثير على العملية الانتخابية مستقبلا وليس أيضا مسألة الانتخابات ولكن أيضا فيما يتعلق بهذه المساعي من قوى وميليشيات موالية لإيران بالضغط على الحكومة العراقية للإسراء بإخراج القوات الأجنبية وهنا نتحدث عن القوات الأمريكية في البلاد ما مدى قدرة الحكومة العراقية للتعامل مع هذه الملفات الشائكة إن كان بالانتخابات أو إن كان في هذه الميليشيات وتهدئتها في العراق يعني أولا لنعود إلى الوقاع حكومة السيد الكاظمي جاءت برضى إيراني يعني لو لا قبول حلفاء ووكلاء إيران في العراق بوجود الكاظمي على رأس الحكومة العراقية لم استطاع الوصول إلى هذا المنصب وبالتالي وجود الكاظمي على رأس الحكومة كان بموافقة ورضى إيراني لماذا؟ لأن إيران كانت بحاجة إلى هدنة مع الولايات المتحدة في العراق وبالتالي كان السيد الكاظمي هو النموذج المثالي لتنفيذ هذه الهدنة بانتظار الانتخابات الأمريكية بانتظار الرهان الإيراني على ذهاب إدارة ترامب ومجيء إدارة ديمقراطية وبالتالي البدء بمفاوضات جديدة حول الملف النووي الإيراني وبالتالي الحكومة العراقية موجودة بقبول ورضى إيراني ولا ما كان لها أن توجد لو لا هذا القبول والرضى الأمر الثاني بالتأكيد كما قلت ليست هناك إرادة إيرانية حقيقية أولد حلفاءها أو وكلها في العراق لخروج القوات الأمريكية من العراق لأنهم يعلمون تماما أن هناك حاجة ماسة لوجود القوات الأمريكية في العراق مع تصاعد تهديد داعش ومع وجود مشكلات جمع داخل العراق وبالتالي الوجود الأمريكي ضروري في العراق كما يعلم جيدا حلفاءها ووكلها في إيران ولكن كما قلت هي محاولات للضغط على الولايات المتحدة عبر استخدام أوراق متعددة لإقناعها بأنه لن يكون العراق تابعا للولايات المتحدة وأنه إيران ستسمح فقط بشراكة إيرانية أمريكية في العراق هذا كل ما يجري نعم طيب سيد محمد تتحدث بأن هذه العلاقة بين العراق وإيران هي علاقة مميزة ولكن هل لك أن تنسى بأن الشعار الذي رفع في احتجاجات تشرين كان يرفع إيران بره بره كيف يمكن فهم ذلك إذا كنت تتحدث عن هذه العلاقة المتميزة في ظل هذا النفوذ لوكلاء إيران وتأثيرها على الانتخابات وهذه الخشية من الشارع العراقي من هذا النفوذ الإيراني في العراق أولا لا حاجة لأن نرفع صوتنا كثيرا أنا أطلب من ضيفك الكريم أن يرسل لي بريده أو بريده الإلكتروني لأرسل له مجموعة من الكتب والدراسات التاريخية التي كتبها العرب وليس الإيرانيون والتي تدل على أنه في خلال هذه العقود الثلاثة التي تحدث عنها بل وأكثر من ثلاثة عقود إيران واجهت حملات عسكرية واسعة من كل الأطراف ولن تقوم بأي وجوم على الدول الجوار وهنا يتحدث عن إمبراطورية إيران آخر هذه الحروب كانت الحرب الصدامية اللعينة المفروضة على كلا الشعبين هذا أولا بالنسبة للعلاقات الإيرانية العراقية أنا لم أقل بأن هذه العلاقات كانت دائما متميزة لا يشوبها أي مشكلة أبدا لا كل العلاقات بين كل دولتين يمكن لها حالات صعود أو نزول ما تحدثت عنه عن الشعارات التي جرت أيضا هناك مظاهرات وشعارات أخرى وربما أكبر وأوسع من الشعارات التي تحدثت عنها وكانت تطالب بالانتقام لدم الشهدين سليماني والمهندس المظاهرات والتجمع الذي حصل في ساحة الحرية ببغداد في ذكرى استشهاد هذين القائدين الشهدين وشعارات التي أطلقت كانت مفهومها واضح ألم يكن هؤلاء عراقيين هل جئ بهم من خارج العراق أو أن إيران بعثتهم بالنهاية هناك في العراق من هو مع إيران ويؤيد إيران وهناك من هو ليس مع إيران العلاقة الرسمية بين البلدين والشعبين والعلاقة التاريخية لا تحددها هذه المظاهرة أو ذلك الشعار وإنما مجمل العلاقات بين البلدين هي التي تحدد طبيعة هذه العلاقة تاريخيا واضحة سيد محمد مهدي الخبير في أشؤون الإيرانية والإقليمية شكرا جزيلا لك أشكرك أيضا دكتور يحيى الكوباسي الباحث في أشان العراقي من عمان شكرا لكما مشاهدين وراء الحدث متواصل من استوديوهات الغد في لندن وبعد الفاصل نناقش سعيد يتمسك برفض أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية هل تبقى الحكومة التونسية معلقة؟ أهلا بكم من جديد لا يزال الرئيس التونسي متمسكا برفضه أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية مما يضاعف حالة الاحتقان السياسي في البلاد فهل يستطيع سعيد إجهاض الحكومة المعدلة؟ وكيف تستطيع الحكومة الخروج من هذه الأزمة؟ تصعيد سياسي في المواقف بين رؤساء السلطة في البلاد طال الشارع التونسي الذي بات يتحرك وفق هذا الجدل والخلافات مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ضمن التعديل الوزري الأول في حكومة هشام المشيشي وبين من يرى ضرورة قبول الرئيس قيس سعيد بالأمر الواقع لهذا التعديل ومن يدعو لحل البرلمان الذي ضاعف من حالة الاحتقان السياسي مؤخرة تتبين وجهات الأحزاب والتي سند بعضها موقف الرئيس وانحاز بعضها الآخر لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وكانت شبهات تضار بمصالح وفساد قد لاحقت بعض الوزراء الجدد في حكومة المشيشي الأمر الذي رفضه الرئيس قيس سعيد مؤكدا على أن هذا التعديل جاء مخالفا للإجراءات الدستورية موقف قد يجهض المسار الحكومي إذا تواصلت القطيعة السياسية بين الطرفين ومن جهتها تحاول بعض الأطراف ومن بينها اتحاد الشغل التونسي لعب دور الوساطة لحل خلافات آداء اليمين الدستورية والتي تمثل عقبة أمام الوزراء الجدد لبدء مهامهم في وقت يشهد فيه الشارع التونسي حالة احتقان عامة اشتركوا في القناة مشاهدين نبدأ النقاش في هذا الملف وأرحب بضيفي من تونس سيد بحري العرفاوي المحلل السياسي أهلا بك معنا أرحب أيضا بالناشط السياسي والمحامي سيد عماد بن حليمة أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد بحري ما هو مصير التعديل الحكومي الآن أمام استمرار الرفض من الرئيس التونسي قيس سعيد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية هل بإمكانه بالفعل إجهاد هذا التعديل الحكومي أمام هذا الرفض تحية لكم والسادة المتابعين أعتقد بما يقوله بعض المتخصصين في القانون الدستوري أن التعديل الحكومي ليس بالضرورة أن يمر على القسم أمام رئيس الجمهورية ولكن القانون الداخلي للبرلمان هو الذي سنى هذه التقاليد وأصبحت كأنها عرفا من منذ 2011 رئيس الجمهورية ربما هو يحاول الآن أن يراكم الأزمات وكأنه ينتصر لنفسه هذا ما يقول بعض المحللين خاصة وأن المشيش الذي جاء به هو نفسه قد بنظفرين أفلت من بين يديه والآن يجد أنه قريبا جدا من رئيس البرلمان رشد الغنوشي ربما قيس سعيد كأنه يعمل على معاقبة هشام المشيشي وليس فقط ينتصر للدستور كما يقول وقد رأيناه أكثر من مرة في يوم التنصيب للحكومة الأولى للمشيشي كيف كان يتكلم الرئيس قيس سعيد بلهجة حادة ويتهمه بالخيانة والمؤامرة والغرف المظلمة إلى غير ذلك أيضا قبل انعقاد الجلسة العامة للتصويت على التعديل الرئيس قيس سعيد عقد مجلس الأمن القومي وتوعد بأنه لن يقبل بآداء بعض الوزراء والحكومة الجديدة المعدلة أداء القسم أمامه باعتبار أنه ثم توزراء تحوم حولهم شبهات وفساد لغير ذلك المراقبون المختصون في القانون يقولون لا أحد بإمكانه أن يحدد جريمة أو جناية الفساد وتضارب المصالح إلا الجهة القضائية وهي التي لم تقل كلمتها في هؤلاء لست أدري إن كان السيد الرئيس الجمهورية كان بإمكانه أن يصبر وأن يقدم ملفات إن كانت بين يدائي ملفات للقضاء سيد عماد بن حليمة في هذا الموضوع يعني أعطيتك المجال لنسمع أيضا وأرحب بسيد عماد بن حليمة سيد عماد استمعت إلى ضيفي يقول أنه لا أحد بإمكانه أن يحدد جريمة فساد وهناك جهاد لابد أن تقول كلمتها في هذه المسألة وبالتالي ما سبب هذا الإصرار من الرئيس قيس سعيد برفض أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية وعلى ضوءه ما هو مصير هذه الحكومة المعدلة هل ستمر أم ستعلق شكرا تحية لك وإلى كل متابعي قناة الغد إلى اليوم الرئيس لازال يصر على موقفه عند استقباله للسيد لمين العام للاتحاد الشغل يصر على موقفه ويقول وأنه مستعد لحلول أخرى مع المحافظة على المبدأ وهو مبدأ عدم القبول بأداء وزراء تحوموا حولهم شبهات فساد وتضرب مصالح قبولهم في الحكومة الجديدة الحقيقة الأمر أعمق من مسألة الفساد ولو أني أريد أن أعرج على ما ذكره الأستاذ البحري وأنه في الحكومات وفي مجال النشاط السياسي لا ننتظر صدور أحكام نهائية يكفي أن تكون هناك شبهات والدليل على ذلك أن حكومة الياس الفخفاخ استقالت وكانت محل كذلك عريضة صحب ثيقة في البرلمان على خلفية شبهة تضرب مصالح لم ننتظر والإخوان الذين يقولون اليوم أنه لا بد من انتظار أحكام قذائية لم يكن لهم نفس الموقف من حكومة الفخفاخ وبادروا بعريضة صحب الثيقة حالما تم اكتشاف بعض المعطيات حول شبهة تضرب مصالح المسؤول السياسي الذي يؤتمن على البلاد لا ننتظر وأن يصدر عليه حكم حتى نعزله لكن الحقيقة الصدام له دوافع وأسباب أهم بكثير من هذه المسألة تعرفون جيدا ما هي أسباب هذا الصدام بالفعل؟ هذا ما نود أن نفهمه هنا منك سيد عماد خصوصا نسمى كثيرا بأن هذه العلاقة كانت علاقة ودية بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف المشيشي وهو الذي اختاره وبالتالي ما الذي أدى إلى هذا الصدام؟ طبعا الذي أدى إلى هذا الصدام وأنه بعد انتخابات 2019 وبعد أن سقطت حكومة الإخوان التي لم تمر عملا بأحكام القانون الدستور التونسي فإن حق التكليف يرجع لرئيس الجمهورية لم يعد من حق الحزبة والأتلاف البرلماني الأول في الانتخابات رئيس الجمهورية كلف أليس الفخفاخ وأليس الفخفاخ استقال ورئيس الجمهورية هو الذي أتى به الشام المشيشي في مرحلة أولى كمستشار لديه بالحصر ثم هو الذي ولاه وزارة الداخلية في حكومة المشيشي ثم هو الذي كلفه بتشكيل الحكومة المشكلة الكبرى في تونس اليوم ما هي؟ وأن وضعي دستور 2014 وضعوا دستورا أو نظام حكم مشوه يقرب أكثر إلى النظام البرلماني وعقلية التونسي هي عقلية نظام رئاسي حتى الرئيس اليوم له عقلية النظام الرئاسي فماذا فعل الرئيس حتى يتجاوز أحكام الدستور التي تجعل منه رئيس محدود الصلاحيات أتى برئيس حكومة قابلة باللعبة وهو أن يكون وزير أول لدى رئيس الجمهورية يعني أن يطبق تعليمات رئيس الجمهورية وهذا ما فعله الأستاذ الباجي قيد السبسي رحمه الله مع يوسف الشهد نفس الشيء حالما تشكلت البرلمان كان مجبرا على المصادقة على حكومة المشيشي لأنه في صورة عدم المصادقة عليها سيقع حل البرلمان بأحكام الدستور فالبرلمان ماذا كان يخطط؟ أولا لتفادي حل البرلمان لابد من المصادقة على حكومة المشيشي وحكومة المشيشي كان فيها لرئيس الجمهورية نصيبا مهما من الوزراء تمت المصادقة وحالما تمت المصادقة على حكومة المشيشي بدأت الأطراف وحزب الأخوان المسلمين وقلب تونس والجنح العنف لحزب الأخوان وهو قتلة إطلاف الكرامة بدأوا في محاولة استمالة المشيشي وهذا الذي حصل واشترتوا دعمهم البرلماني للمشيشي بضرورة إطغال تغييرات على الحكومة ماذا فعل المشيشي؟ هذا التحوير الوزاري ليس له أي معنى لأنه لا يمكن تقييم وزير بعد 60 يوم من العمل المشيشي غير 12 وزيرا وهذا أمر غير معقول وهو ليس تحوير وزاري وإنما هو ترد وزاراء الذين عينهم قيس سعيد وهذا ما أثار حفيظة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اليوم اللقي الآلية الدستورية كي يتصدى لهذا التحوير وقال أنه باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتباره أن الدستور يناهض الحكم الفاسد فهو سيتصدى لهذه التسميات المشكلة أين اليوم؟ باختصار لو سمحت أتنوتي أيضا قصة أيضا سيد عمان أين المشكلة؟ باختصار لو سمحت المشكل أنه لا توجد اليوم محكمة دستورية وفشلوا منذ سنة 2014 في ترسيت محكمة دستورية كي تتولى هي ضبط صلاحيات رئيس الجمهورية والآن أمام غياب محكمة دستورية واتمح لي أيضا أشرك سيد بحري العرفاوي سيد بحري أمام غياب محكمة دستورية تقوم بهذا الدور للحسم أمام هذه المعضلة الدستورية أمام هذه المعضلة الدستورية الهشة أليس هناك ضرورة باعتقادك لإشراك رئيس الجمهورية في هذا التعديل الحكومي من باب التناغم بين مؤسسات الدولة والتشاور بين رأسي السلطة التنفيذية هل يجوز بالفعل باعتقادك تجاهل؟ رأي مؤسسة سيادية كمؤسسة الرئاسة أمام هذا التعديل الحكومي؟ هو بالتأكيد أي استقرار سياسي وخاصة في ظل أوضاع اجتماعية سيئة وفي ظل توتر محلي وأقليمي كان مطلوبا أن يكون هناك انسجام بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ولكن الحقيقة أن السيد قيس سعيد له رؤيته للدولة وله رؤيته للسياسة وهذا ما بشر به وترشح على أساسه فهو له موقف من الدستور له موقف من البرلمان من الأحزاب السياسية المسألة أعتقد أنها في هذا العمق وليس بالمعنى كأنه خلاف ميزاجي بين أشخاص لا هناك خلاف استراتيجي هناك خلاف عميق في رؤية رئيس الدولة للبرلمان للأحزاب السياسية وهو يؤمن بحكم المحليات والمحليات وما يسميه بالتنسيقيات والدستور الذي يكتبه الشباب على الجدران كما يقول إلى غير ذلك هذه المعضلة وكأنه أنا قلت من البداية أن السيد قيس سعيد كأنه يراكم الأزمات وكأنه ينتظر لحظة حاسمة ربما ليعلنا عن قرارات نحن نتحدث هنا أمام معضلة دستورية ووضع دستوري هش في البلاد ألا تعتقد أن الوضع العام يفرض الضرورة للحوار أكثر من أي وقت مضى وعلى ضوءه لماذا لا يتم الاتفاق بين الفرقاء على أرضية مشتركة لتيسير عمل المؤسسات بشكل تشاوري وبشكل متناغم من دون الإصرار على إجراء هذا التعديل الحكومي الذي برأي الكثير من التونسيين لن يقدم أي جديد أمام هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد؟ قلت نظرياً ومبدئياً كان هذا مطلوباً والآن هناك عدة أطراف تقوم بوسطات مع رئيس الدولة آخرها مقابلة اليوم الأمين العام لتلحاد عام تونسي للشغل ولكن رئيس الدولة ما زال يبدي إصراراً تحت عنوان احترام القانون واحترام الدستور ربما أقول ربما في الأيام القادمة لأن رئيس الدولة لا يمكن أن يذهب بعيداً معلوم أن الشأن السياسي التونسي ليس صناعة محلية وهذا ليس خافياً على أحد هناك أطراف لها مصالحها في تونس أطراف إقليمية ودولية أساساً لها مصالحها ومن مصلحتها هو أن يستقر الوضع في تونس وأن يستمر المسار الديمقراطي والتجربة الديمقراطية وأكيد أن قيس سعيد له أصدقائه سيقترحون عليه وينصحونه كما أن رئيس البرلمان له علاقاته الإقليمية والدولية هذا بالتأكيد نحن لا نريد أن يتدخل أي طرف في شأننا الداخلي ولكن العالم الآن أصبح مفتوحاً ومصالح الدول أصبحت متداخلة ومتشابكة أنا أعتقد جازماً بأن الرئيس قيس سعيد لن يذهب بعيداً ما رأيك هنا سيد عماد أمام هذه الدعوات والمبادرات التي نسمع عنها من الاتحاد العام التونسي للشغل ما مصير هذه الدعوة والمبادرة للحوار هل بالفعل يمكن أن تصل لإيجاد مخرج من هذه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أنا أعتقد أن مسألة الحوار الوطني قد انتهت وأنا مبادرة الاتحاد قد انتهت البارحة بصدور البيان عن الهيئة الإدارية للاتحاد الذي قطع ما الحوار واليوم كنت أستمع إلى سيد نوردين طبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل يقول أن ما يجري الآن هي حكومة عصابات وحكومة لبيات فساد وأن هشام المشيشي هو اليوم رهينة لداء العصابات وداء المراكز النفوذ أعتقد أن من يقول هذا الكلام لن يقوم بوساطة بين رئيس الجمهورية والحقيقة ليست لنا رئاسات ثلاث المشكلة اليوم وأن ليس لنا رئاسات ثلاث كي نوفق بينها لنا رئيس جمهورية لنا رئيس حكومة لكن ليس لنا رئيس برلمان لنا شيخ لنا راشد الغنوشي الذي تكون وأمض عمره كله داخل تنظيم الإخوان ولا يؤمن بالمؤسسات يؤمن بنظام المشيخة يؤمن بالشخص الواحد وبالمرشد الواحد وهو اليوم الذي انتخبته بعض الآلاف يريد أن ينافس من حيث الشرعية قيس سعيدة الذي انتخبه قرابة ثلاثة ملايين مواطن المشكلة الكبرى اليوم أو حالة التوتر الكبرى السبب فيها هو رئيس البرلمان الذي لا يقبل أن يكون هناك شخص فوقه لأنه هكذا يفكرون في التنظيم هو يقبل جبهة القراباوي ويريد أن البقية يقبلون جبهته المتعلقة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل فشلت لماذا فشلت؟ هل كانت توضح لنا؟ الآن لأنه هناك حالة من التوتر كبيرة بعد تصريحات لأن الغنوشي سكب الزيت على النار حينما تدخل بعد أن رفض قيس سعيد تلقي يمين الوزراء الجدد وقال وأن هذا النظام في الدستور الحالي هو نظام هاجين ولابد من ترسيد نظام برلماني بالكامل وأن يصبح رئيس الجمهورية منصبا رمزيا لا سلطة له هذا كان بمثابة التهديد لقيس سعيد يعني انقلاب دستوري والحقيقة أنه التحوير الوزاري قبل أن يتكلم قيس سعيد كل الناس تكلموا وقالوا أن هذا التحوير ليس في محله وأن هناك عديد الأشخاص تحوم حولهم شبهات ولهم علاقة بلوبيات وبأحزاب لكن المشيشي لم يستمع إلى هذا الكلام وأصر على هذه التشكيلة لأن حقيقة هو اليوم رهين لدى هذه اللوبيات ولا يمكن أن يجد عمقا برلمانيا ودعما برلمانيا بدون أن يستجيب لرغابات هذه اللوبيات لذلك اليوم هو غير قادر على إدخال التحويرات على التشكيلة المقترحة ورئيس الجمهورية اليوم يمارس ما يسميه حق التصدي وحق أنه أقسم على أن يسمي فيما ذكرت هنا نقاط أشرك رأي سيد بحري العرفاوي ما رأيك هل بالفعل ما يجري الآن هو محاولة انقلاب على الدستور من قبل بعض الأطراف هل هناك أطراف تتحمل مسؤولية هذا الفشل في مبادرة الحوار التي تدعو لها الاتحاد العام التونسي للشغل ماذا هو ردك على ما قالوا هنا سيد عماد بن حليمة لا أعتقد بوجود محاولة انقلابية من قبل الأستاذ راشد غنوشي الأستاذ راشد غنوشي تكلم في سهرة مع الجالية المقيمة بأوروبا وكندا وعندما سئل عن طبيعة النظام في تونس والمزج بين النظام البرلماني والرئاسي قال أنا استمعت لي جيدا قال نحن نعيش مرحلة من المزج بين النظامين وعادة المزج بين النظامين قد يعطي أسوأ ما فيهما وقال يبدو أننا الآن بسدد أسوأ ما في النظام البرلماني والنظام الرئاسي وقد يكون من الأجدى أن نذهب إلى نظام برلماني كامل نعم قال هذا الكلام هناك صراع في تأويل الدستور وتأويل الصلاحيات وهذا ربما يعود إلى طبيعة النظام السياسي الذي نشأ منذ 2011 طبيعة أيضا النظام الانتقابي الرئيس قيس سعيد هو بالتأكيد يدافع عن صلاحياته وهو كأنه أنا كتبت مقالا منذ يومين طويلا في تحليل هذه المثلة قلت كأن الرئيس قيس سعيد يتوجس من الرقم 144 وهو عدد النواب الذين صوتوا لحكومة المشيشي بحيث كانت كما لو أنها تطرق باب القصر الرئاسي طيب الآن الدخول في هذه الحرب المعلنة بين مؤسسات الدولة إلى أين سيقود البلاد سيد عماد في ظل غياب أفق الحوار هل تونس قادرة على التحمل المزيد من الأعباء والأزمات السياسية فوق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أصلا إلى أين تونس في ظل هذه الأزمة؟ الحقيقة من سيدفع فاتورة هذه الاهتزازات السياسية هو الشعب لأن اليوم تونس تمر بوضع اقتصادي صعب وصعب للغاية وفي حاجة كبيرة إلى تنموهي الميزانية 2021 وفي حاجة كبيرة إلى مشاريع تنموية داخلية وخارجية فبمثل هذا السلوك وهذه الحروب بين السلطات وبمثل ما نشاهده من خراب في مجلس نواب الشعب لا أعتقد أن هذا خطاب طمأن يمكن أن نتوجه به إلى المؤسسات المانحة الدولية ولا خطاب طمأن يمكن أن نتوجه به إلى المستثمرين الأجانب كي يأتوا إلى تونس ولا خطاب طمأن يمكن أن نشجع به المستثمرين الوطنيين على البقاء في تونس الظاهر وأن السياسيين لا يولون أي أو لا يفكرون في المصلحة الوطنية العليا وكل نهامهم هو الإمساك بتلابيب السلطة وهذا لا أعتقد أنه في مصلحة أحد ولا بد اليوم من التفكير جديا في أعمال خطاب العقل والعودة إلى الهدوء وأعتقد أنا شخصيا وأن الهدوء يتم عبر البرلمان وبالخصوص عبر المصادقة على عريضة صحب الثقة من راشد الغنوشي وأنا أيما أقول وأن خارطة الطريق والحفاظ على الاستقرار السياسي والتهدئة بين السلطة يمر عبر اجتثاث سبب التوتر وهو راشد الغنوشي الذي أساء إدارة البرلمان الذي يحدث اليوم كثيرا من العنف كثيرا من الفوضى وفشل في إدارة البرلمان لأنه شيخ لا يعرف المؤسسات ولا يؤمن بالمؤسسات ولا يمكن أن يأخذ البلاد إلا إلى التهلكة أشكرك جزيلا سيد عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي من تونس وأشكر ضيفي أيضا سيد بحري العرفاوي المحلل السياسي شكرا لكم مشاهدين بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر